اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها أولاً يملك مواطن قطعة أرض في شكل شبه منحرف كما يبينه الرسم التالي أبعاد الحقل على التصميم وفق السلم واحد على ألف كما يلي الارتفاع بالسنتيمتر 3.5 القاعدة الكبرى بالسنتيمتر 13.2 القاعدة الصغرى 2 على 3 القاعدة الكبرى النقطة ها هي مكان شجرة سرو تبعد عن النقطة جيم بالسنتيمتر 9.6 يريد أن يتخذها المواطن منطلقاً ليقسم قطعة الأرض إلى قطعتين وفق قطعة المستقيم ها كاف حيث كاف تنتمي إلى ألف باء ومساحة القطعة كاف ألف دال ها المتحصل عليها تساوي 18 على 37 مساحة القطعة با كاف ها جيم أحدد بالمتر الأبعاد الحقيقية لقطعة الأرض ألف با جيم دال الإجابة لحساب الأبعاد الحقيقية أضرب البعد على التصميم في مقلوب السلام 1 على ألف الارتفاع 3.5 في ألف يساوي 3500 سنتيمتر يساوي 35 متر القاعدة الكبرى 13.2 في ألف يساوي 13200 سنتيمتر يساوي 132 متر القاعدة الصغرى القاعدة الكبرى في 2 على 3 يساوي 132 في 2 على 3 يساوي 88 متر أحسب بالمتر المربع مساحة كل من القطعتين كاف ألف دال ها و با كاف ها جيم الإجابة مساحة قطعة الأرض القاعدة الكبرى مع القاعدة الصغرى في الارتفاع على 2 132 مع 88 في 35 على 2 يساوي 7700 على 2 يساوي 3850 متر مربع نعلم أن المساحة الجملية لقطعة الأرض تساوي مساحة با كاف ها جيم مع مساحة كاف ألف دال ها وأن مساحة كاف ألف دال ها تساوي 18 على 37 مساحة با كاف ها جيم هذا يعني المساحة الجملية لقطعة الأرض تساوي مساحة با كاف ها جيم مع 18 على 37 مساحة با كاف ها جيم مساحة بألف دالجيم تساوي مساحة بكافها جيم مع 18 على 37 مساحة بكافها جيم مساحة بألف دالجيم تساوي مساحة بكافها جيم في 1 مع 18 على 37 مساحة بألف دالجيم تساوي مساحة بكافها جيم في 37 على 37 مع 18 على 37 مساحة بألف دالجيم تساوي مساحة بكافها جيم في 55 على 37 ومنهم فإن مساحة بكافها جيم تساوي مساحة بألف دالجيم على 55 على 37 مساحة بكافها جيم تساوي مساحة بألف دالجيم على 55 في 37 تساوي 3850 على 55 في 37 تساوي 2590 متر مربع مساحة بألف دالجيم المساحة الجملية إلا مساحة باكافها جيم 3850 إلا 2590 يساوي 1260 متر مربع أثبت بأكثر من طريقة أن الرباعي ألف دالها كاف متوازي أضلع الإجابة قوي سهاء دال يساوي جيم دال إلا جيم هاء 132 إلا 96 يساوي 36 متر لأن جيم هاء يساوي 9.6 على التصميم يساوي 9.6 في ألف يساوي 9600 سنتيمتر يساوي 96 في الحقيقة ولمعرفة ما إن كان متوازي أضلع أولاً أقوم بالبحث عن قيس قاعدته والتي تساوي المساحة على الارتفاع فإن وجدناها مساوية لقيس هاء دال فإن الرباعي ألف دالها كاف متوازي أضلع كطريقة أولى القاعدة تساوي 1260 على 35 تساوي 36 متر بالتالي الرباعي هو متوازي أضلع كطريقة ثانية نعلم قيس القاعدة والتي قمنا بالبحث عنها منذ قليل هاء دال وكذلك الارتفاع لذا نحسب المساحة ونقارنها بالمساحة التي وجدناها في بداية التمرين فإن كانت مماثلة لها يمكننا الجزم بأن الرباعي ألف دالها كاف هو متوازي أضلع المساحة تساوي 36 في 35 تساوي 1260 متر مربع إذن هو متوازي أضلع ثانيا لصاحب معصرة خزان لزيت الزيتون سعته 39600 لتر مملوء إلى حدود ثلاثة على أربع سعته أفرغ منها بواسطة خرطوم شد إلى صنبور الخزان كمية من الزيت ملأ بها خمس صهريج لها نفس السعة على متن شاحنات قصد حملها إلى الديوان الوطني للزيت فأصبح الخزان مملوءا إلى حدود واحد على اثنان سعته زيتان يتضفق صنبور الخزان بمعدل 36 لتر في الدقيقة واستغرقت عملية تحويل الخرطوم من صهريج إلى آخر مدة عشر دقائق انطلق العامل في ملء الصهريج على الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً أحدد سعة الصهريج الواحد باللتر الإجابة العدد الكسري الذي يمثل كمية الزيت الموزعة على خمسة صهريج 3 على 4 إلا 1 على 2 يساوي 3 على 4 إلا 2 على 4 يساوي 1 على 4 إذن الكمية الموزعة باللتر الكمية الجملية على 4 يساوي 39600 على 4 يساوي 9900 لتر ومنه فإن سعة الصهريج الواحد الكمية الموزعة باللتر على عدد الصهريج 9900 على 5 يساوي 1980 لتر أحدد ساعة انتهاء العامل من تزويد الصهريج بالزيت الإجابة الزمن اللازم لملء الصهريج الكمية الموزعة على الصهريج على معدل تضفق الصهريج الواحد 9900 على 36 يساوي 275 دقيقة يساوي 4 ساعات وخمسة وثلاثين دقيقة ساعة انتهاء العامل من تزويد الصهريج بالزيت ساعة انطلاقه في ملء الصهريج مع الزمن اللازم لملء الصهريج مع المدة المستهرقة في تحويل الخرطوم من صهريج إلى آخر 7 ساعات وخمسة واربعون دقيقة مع 4 ساعات وخمسة وثلاثون دقيقة مع أربعون دقيقة يساوي 11 ساعة ومئة وعشرين دقيقة يساوي 13 ساعة أحدد الوقت الذي يربحه العامل إذا استعمل مضخة كهربائية تضخ الزيت بمعدل 108 لتر في الدقيقة مع المحافظة على نفس الوقت اللازم لتحويل الخرطوم من صهريج إلى آخر الإجابة الزمن اللازم لملء الصهريج باستعمال آلة الضخ الكهربائية الكمية الموزعة على الصهريج على معدل الضخ الكهربائي 9900 على 108 يساوي 91 دقيقة وأربعين ثانية يساوي 1 ساعة و 31 دقيقة وأربعين ثانية الوقت الذي يربحه العامل في هذه الحالة الزمن اللازم لملء الصهريج إلا الزمن اللازم لملء الصهريج باستعمال آلة الضخ الكهربائية 4 ساعات و 35 دقيقة إلا 1 ساعة و 31 دقيقة وأربعين ثانية يساوي 4 ساعات و 34 دقيقة و 60 ثانية إلا 1 ساعة و 31 دقيقة وأربعين ثانية يساوي 3 ساعات و 3 دقيقة وأربعين ثانية ترجمة نانسي قنقر